طيب نكمل الآن جزئيت هذه الميثود الخاصة بـ Array Object بالجافرسكريبت راح نتكلم عن بعض الـ Advanced Methods لكن راح نستخدمها كثير كونها راح تساعدنا في عملية تطوير وبناء برامل جافرسكريبت بشكل برافتيكال وبشكل عملي أكثر طيب مبدئيا خلونا نبدأ بـ Method is Array اللي هدف منه طبعا استعلام هل هذا الشيء اللي انت ارسلت له كـ Argument هل هو مصفوفة ولا لا ولو نسوي Log طبعا هو يعتبر Aesthetic Method طيب بالتالي احنا نوصلها من خلال الـ Object اذا Array.isArray هل هذا الشيء اللي انت راح ترسل لي هنا هل هو مصفوفة ولا لا طبعا أنلس فبعا مصفوفة من خلال القواستها لشان كده راح يقول لي True اوكي بينما لو ارسلت مثلا String مثلا كلمة Naive انا راح يقول لي False لانه Naive مش String او احسب Naive مش مصفوف نايف بارا String لو ارسلت الرقم مثلا 55 بيقول لي False لو ارسلت قيمة Undefined راح يقول لي False كمان الى اخرى معناته المثود هذا ستستفيد منه في انه تختبر هل هذا الشيء داينميكلي يعني برمجيه اللي قاعدت تتعامل معه عنه مصفوفة ولا لا تمام؟ طيب ايضا عندنا مثل اخر اللي هو From والOff اوكي فكرة From انه ينشئلك مصفوفة بناء على القيم انت راح تعطيه يعني على سبيل المثال فرضا كان عندك String خلينا نقول مثلا String نايف وتبغى تشكل مصفوفة من هذا String فتستخدم الستاتيك ميثود اللي هو From وتبدأ ترسل لي الحين قيمة String مثلا نايف اوكي الان راح يشكل لك اوه مصفوفة لو تبغى تطبعها راح تقول بالتابر عشان تطلع مرتبة وارسل لها الان اللست راح تلاحظ الحين انه يشكل لي مصفوفة تمام؟ من كلمة نايف من String نايف ياخذ لي كل كاركتر وحطه في Index معين اوكي تمام؟ اوكي تمام؟ اوكي تمام هذه تفيد مع String اوكي طيب ايضا مثل From يعني فيه شيء مفيد اكثر على سبيل المثال لو عطيتك مثلا مصفوفة مثلا حكيت له مثلا Let مثلا Numbers اوكي وحطيت مثلا هذه الارقام فيه مثلا اعطيه مثلا الارقام 2 مثلا 4 مثلا 6 اوكي اقدر الان من هذه اني اشكل ايضا مصفوفة لو عطيتها Numbers فراح تلاحظ مصفوفة الثانية فيها 2-4-6 اوكي يعني يعانك ترسل String او ترسل مصفوفة بتقول لي طيب ليش تسوي مصفوفة بامكاني انا اخذ هذا القيم واحطها مباشرة هنا يا معك حد لكن تطرع فائدتها لما انت تفقد تسوي شيء على العناصر على سبيل المثال انا الان فرضا كنت ابغى من هذا العناصر ااخذها واسوي مصفوفة جديدة لكن هذه العناصر ابغاها مثلا تكون مزودة مثلا عليها خمسة ولا مضروبة في اثنين يعني طبق عليها لوجك معين فهنا تبدأ ترسل Callback Function اوكي تمام يعني تبدأ ترسل Function ثم تطبيق عليها فانا راح ارسل Anonymous Function اوكي راح اقول Function اوكي وابدأ اخذ العناصر مثلا item اوكي وراح اقول هنا مثلا retain item مثلا مضروبة في الائتم اقصد بالائتم عنصر المصفوف اللي انا راح امره فالان الست لو تلاحظوا صارت الحين العناصر مضروبة في نفسها مرتين يعني ربعتها ال Numbers هي نفسها لو تشوفوا الان ال Numbers اوكي هي نفسها اوكي اللي هي اثنين اربعة ستة بس انا حكيت له انه مصفوفة ال Numbers ابيك تسويلي مصفوفة اسمها list تمام ولكن العناصر الموجودة في ال Numbers باستخدام هذا ال Function الائتم في كل مرة يعبر عن عنصر قاعد يقول له رجع لي هذا العنصر بس مضروبة في نفسها فاول شيء الاثنين قاعد يقول اثنين في اثنين فرجع الاربعة عشان كده مصفوفة الثانية صار فيها اربعة بعدين الائتم صار اربعة رجع لي اربعة في اربعة ستتاش عشان كده صار هنا ستتاش اللي بعدها الائتم قاعد يمره على الستة وهو رجع لي ستة في ستة يعني كام ستة ثلاثين عشان كده رجعي ستة ثلاثين فالمثود هذي يفيدك في هذا الحال انه كان عندك مثلا مصفوفة وتبغى تطبق لوجك معين على العناصر الموجودة في هذا المصفوفة وتخلق مصفوفة جديدة منها اذا هذي بالنسبة لي الفروم طبعا هنا بامكاننا تحسين الكود من خلال استخدام الارو فانكشن فنقدر احنا نعدل هذا الكود لو خليتك كده بيرفكت لكن لو تلاحظون شوي الكود طويل فنقدر نحولها الى ارو فانكشن بما انه براميتر واحد اول شي نحذف كلمة فانكشن بعدين احط الاقواس او سريح احط السهم اني هو الارو يعني كنت خليها زي كده بس كونها اكسبرشن بهذا الشكل فنقدر نسهلها مرة مباشرة اقدر اقول الايتم وضربة فيه الايتم بما انه الايتم هنا احط البراميتر واحد فانكشن بهذا الشكل هنا يصير الكود ماذا يصير الكود؟ مور ريد بقيت اسهل القراءة لاحظ سطر واحد اما هو نفس القبلي واضح بذل لفت اذا هذا بالنسبة لمثود الـ from اخر هو مثود الـ off الـ off جدا سهل هو الستاتيك فانكشن وابدأ ارسل الان هنا القيمة اقول الى array of مثلا خمسة مثلا ثمانية مثلا سبعة اوك فهو الان راح يسوي لي مصفوفة من هذه العناصر الموجودة الموجودة هنا اوك فراح يرجعها لي فاقدر اخذها داخل متغير راح اقوم مثلا لت لست يساوي واقدر الان اطبع هذا هذا الست اوك فراح اقوم مثلا تايبل اوك بمعنى لغ او احول الى تايبل اوك وارسل الان لست عشان بس تشوفونا اوك فهذا راح يسوي لي هذا المصفوف لو تلاحظون خمسة ثمانية سبعة لو ارسلت بس الخمسة مو بمشكلة يسوي لك مصفوفة فيها عنصر واحد يحتوي على الخمسة لو ارسلت قيمة كثيرة هو ياخذ اي عدد من القيم انت تحتاجها بمكانك تعمل مكس لو تبغى مثلا كلمة ناعة اوك ما عندك مشكلة تمام فاذا الاف بمعنى سوي لي اري اوف من هذه العناصر انا مررتها مررتها لك زين تمام اذا هذا بالنسبة لي مثال اه طيب نتكلم الان عن مثل الفل الافل واضح من اسمه انه راح يعبي المصفوف مصفوفه بقيمة معينة تمام من عند اندكس محدد على سبيل المثال لو تلاحظوا عندي الان هذا المصفوف اي بي سي دي لو حكيت له list تمام اوكي قاعد اقول له عبلي بالقيمة مثلا اكس اوكي بداية تمام عند الاندكس مثلا واحد اذا هلا ايش اللي راح يصير لو بنطبع الحين list حقتنا اوكي بالlog او اسف بالتابل ازيان اوكي بتلاحظون المصفوفه الان اش صار عليها قاعد يعبيها بداية تمام عند الاندكس واحد بالقيمة اكس اذا راح للاندكس واحد الى النهاية قاعد يعبي بي ال اكس فانت اذا معنات بالفيل اتحدد انه انت راح تغير هذا القيمة او هذا الاندكس بهذا القيمة تمام يعني تعبيها من اسمه فيل اوكي طيب لو حدت له اندكس النهاية مثلا الين الثلاثة وطبع الثلاثة يعتبر مو بداخل يعني واحد واثنين اذا واحد واثنين راح تكون هي اكس اكس اذا لو تلاحظ واحد واثنين صارت اكس 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 اوكي فهذا ابسط شكل لاستخدام الفيل اكيد تقدر انت كالعادة بتبقي من النهايه وب او فرض ان ارحنا الين مثلا سالب اربعة او فرض لو مزود للناس عشان يكون اكثر متعامل بالإندكسات مثل A, B, C, D, E لو حكيت عن السالب 4 وقيل له اوقف عن السالب 2 اذا معنات من السالب 4 الى هنا اوكي قاعد يقول له اوقف عن السالب 2 معنات الين ال D وال D مش داخلة اذا معنات رح ياخذ ال B وال C رح يحولها الى XX اذا ال B وال C صارت الان XX وقاعد يعبيها بالقيم اللي انت ترسلها لها زين اذا هذا استخدام مثل الفيل بشكل اساسي تمام طيب الحين نتكلم عن لما نبغى نمره على عناصر المصفوفة طيب في اكثر من طريقة زين لكن احنا نتكلم عن اول طريقة اللي هي السيمبل 4 اللي كانت تلف باللوب العادية زين او اللوب الوسيطة فانك بنستخدم الفور بهذا الشكل تمام اغير مثلا ال INDEX الى I اجيب اسم الصوفة حقتي اللي هي LEST وابدل الآن الف على العناصر فاقدر مثلا اقول لغ LEST OF I بهذا الشكل تمام طيب الامر الاخر انه تفيدك هذا الطريقة لما تبغى تلف على جزء من ال L ما تبغى تلف عليها كلها فلو تبغى تلف على اول ثلاث عناصر راح تقول اقل من ثلاثة راح اجيبك الان ABC لو حكيت لأقل من اربعة راح اجيبك اول اربعة عناصر اللي هو 0,1,2,3 اللي هي طبعا ABCD اوكي لو تبغى تبدأ مثلا من ال INDEX الى 2 مناتا C اللي هي اقل من اربعة او مثلا لو حكنا مثلا راح ابدأ من النهاية او رح للنهاية اذا ابدأ من الثلين النهاية فرح الان يجيب لك CD وتقدر انت تتحكم مثلا هنا اللي هي نقل من خمس يعني اللي هي نقل من اربعة راح اجيب لك CD اللي هي نقل من اربعة راح اجيب لك CD يعني تتحكم بالجزء انت تبغى تتعامل معه زين لكن فيه طريقة ثانية اسهل اللي هي الفور اوف اوكي الفور اوف تعتبر اسهل لما تبغى تمر على عناصر كلها تمام وغالبا لما تسيب عملية قراءة فراح سنتاكس حقها يكون كالاتي فور تبدأ تعرف متغير او كونسطانت ازيا لو يكون كونسطانت اوكي تسميه مثلا element على سبيل المثال off يعتبر operator اوكي للمصوفة حقتك الاسم هلست اوكي الان اقد امر عليها الحين قايز الالمن في كل دورة يعبر عن عنصر في اول دورة يعبر عن اي المرة اللي بعد يعبر عن البي الاخر فراح اقدر اقول له load مثلا element في هذا الشكل فراح اطبالي العناصر كله هزين هنا طبعا انا حاطك constant معنات ما تقدر ان تتعدل قيمة هذا العنصر اوكي لو تبغى تعدل ازيا تستخدم اللوب الاول حتى هنا تقدر تعدل لكن ازيا لو تستخدم اللوب الاول التعدل هذي فقط لعملية القراءة هزين اذا هذي باستخدام طبعا ال for off بإمكانك انت تسوي عمليات مختلفة مش بس طباعة زين طيب كمان عندنا مثل اخرى اللي هو زي مثلا مثل مثل for each اذا less.for each اوكي وترسل الان هنا callback function وهي الدالة اللي انت راح تسويها عشان تنفذ العناصر فترسل anonymous function اوكي عشان تطبع العناصر اوكي تمام بمعنى انه ال callback function بمعنى انه هذي الدالة راح تتنفذ عليك كل عنصر موجود بداخل هذه الاليمنت معنى انه for each اوكي فاول شيء احتاج اني اخذ ال input اللي هي العنصر النفسها فاسميه مثلا item ولا element اللي تبي زين واش تبغى تسوي علي هذا الاليمنت اذا for each element لكل عنصر نفذ هذه الدالة اوكي فانا اش بسوي راح اقول log اطبع لي ال item والايتم يعبر عن العنصر اللي بالالي في هذه الدورة فاول مرة بيروح عند ال a هو الان ال item صار ال a فقاعد انا اطبع المرة اللي بعدها ال b وهكذا فراح اطبع لك العناصر طبعا تقدر انت تسوي عمليات اخر اكيد مش بس الطباع تقدر تشمع تقدر تسوي لشك اخر تمام هنا الدالة اللي تلاحظونها anonymous لما كان تحويلها الى arrow function يكون ازين فخلاص راح تحولها الى arrow تشيل كلمة function وتبدأ تحط ال as وكون single statement او جملة واحدة فيكون ازين لو انك مباشرة تخليها بهذا الشكل اوك تخليها كده ايش اكل كود اكثر ترتيبا يعني اذا for each item اطبع لي زين وطبعا بامكاني الحين اشيل اقواس كون براميتر واحد بهذا الشكل لاحظ كيف كنت تطبع اناصر مصفوف باستخدام single statement او جملة واحدة تقدر ايضا توجد sum المجموعة مشكلة تقدر سبع اشياء كثيرة مش بس انك انت تطبع اوك لو كان في ارقام راح نجمعها بنفس الطريقة ازين اذا هذا بالنسبة ل for each method طيب نتكلم الحين عن method values بشكل بسيط عبارة method method يرجع لك iterator للقيم الموجود عندك الموجود بداخل المصفوف تمام والkeys يجيب لك الاندكس زين لان انت قاعد تتعامل عن مصفوف الkeys في المصفوف يبار الاندكس اوك فنقدر نقول list dot اسم المثود values بهذا الشكل تمام راح يرجع لي iterator بالقيم الموجود عندي من اسم values راجع للقيم راح اقول let مثلا my iterator او اي شي تبيه اذا my iterator يساوي اقدر الان باستخدام اللوب الف على هذا iterator iterator يعني شيء انت تقدر تلف عليه تمام فنقدر نقول before before off اللي قبل شوي نقدر نقول constant اوك مثلا item مثلا off في my iterator لاحظوا الان اقدر الف على my iterator نفسه اوك اوك فا ادلو تلاحظون قاعد انا اعرف على my iterator نفسه كوني استخدمت list values وبالامكان اذا حاب انك تختصر شوي انك تقول مباشرة هنا بدون انك تعرف متغير بنهاية كلها نفس الشيء اوك لو تبغى keys اوك ال keys لو خلينا هزي قبل شوي عشان يكون واضح لكم ال keys راح اجيب لك zero one two الاخر اوك عندي انا خمسة عناصر الاندكسات راح تكون من صفر الى صفر الى 4 زين فلما تقول keys راح اجيب لك الاندكسات لما تقول values راح اجيب لك القيم وتقدر انت تلف عليها باستخدام اللوب اوك تمام طيب الامر الاخر لو تبغى القيم والاندكسات مع بعض اشواء في هذا الحالة نستخدم الان method entries اوك اذا values يجيب لك القيم keys يجيب لك الاندكسات الاندكسات الاندكس يجيب لك القيم يجيب لك الاندكسات مع بعض اوك طيب الاندكس اوك ومشياء مع بعض تمام فهنا نستخدم method الاندكس لانه بشكل بسيط الاندكس تجيب لك القيم الكيز يجيب لك الاندكسات الانتريز يجيب لك الكل يعني يجيب لك يا رجالك مصفوفة أصلا تحتوي على الاندكس اللي هو الكي وعلى كذلك الفالو اللي هي القيمة زين فلو بنسوي call اللي راح نقول list.entries راح ارجع لك اتريتر فتيقدر انت تتخزنه داخل حاجة زي كده مثلا let my اتريتر يساوي اقدر الف عليه باللوب زي قبل شوية فراح نقول let او مثلا const واتفر.ان بتشوفون كيف يرجع لك const مثلا element of my اتريتر قاعد الف الحين عليه لاحظوا قاعدين هنا الاليمنت راح يكون عبارة عن مصفوفة تحتوي على اندكس وقيمة شايفين فهو الان قاعد يرجع entry الانتري عبارة عن key value pair معناها الكي وهذا الكي عبارة عن الاندكس لانه مصفوفة فقاعد يقول لي zero القيمة هي واحد عاصف هي الاي اللي في الاندكس واحد وهو البي اثنين سي وهكذا زين طيب احنا نقدر نفصلها مع بعض by the way من خلال نسوي مصفوفة الان راح اعلمكم عليها بس قبلها لو حابين اعلمكم شي على الاتريتر انه نقدر احنا ناخد العناصر one by one الان الاتريتر اول مرة يكون موجود عند اول عنصر اوكي فلو سمينا شيء زي كده اوكي مثلا حكينا على my iterator اوكي my iterator dot next اوكي روح لانصر لبعدك dot value الفعالة بقى راح نخصيه ليست مثل اوكي فلان راح تشوفوني يجيب لي اول قيمة خلونا هذا نسويه مثلا كومنت او نحفة اوكي بتلاحظ ان اجيب لي اول واحدة لو جيت الان من بعده من هنا اوكي سويت next الان راح يروح لانصر لبعده وهو البيت تمام يعني كل مرة قاعد يتحرك الاتريتر اوكي تمام طبعا مو بشرط انك انت تقول تطبع كل مرة يعني مثلا لو تبغى تروح للعنصر الثاني نقدر احنا نحرك الاتريتر ونسوي عليه call بالnext فراح قاعد اقول next اذا او اول شي بالnext يروح عند ال a الnext هادي راح عند ال b فانان راح يجيب لي ال b لو حكيت next اوكي كاني قاعد احرك هذا الاتريتر فراح يروح عند الانصر c اوكي اللي هو الثالث اذا الاول الثاني الثالث لما تبغى تحصل على القيمة راح تقول value اوكي والvalue عبارة عن اثبت فهذا لما تتحرك انت one by one تمام سواء كان على ال keys او سواء كان على ال values لو حاب مو بشرط بس على entries يعني يمشي عليها كله لانا بالنهاية اوه اتريتر اوكي تمام طيب الان لو نتونيه زي قبل شوي اوه estiloي اوه نلف عليها عشان تبدأ ترتبط العناصر بس راح نقول We're gonna open const比 if you know element أو او سوري لو توضيك او سوري لو خليتها element زي كده so if my of my اتريتر لاحظنا وايً يطبع مصفوفة صلح فلو نت disagreement وم是我 انت jedes المور ارصد اوهاس سوري لان اي نضح ما انا اخذي اللل within the entries لو تبغاها تاخد كل واحدة بالحالة في السورك مثلا هذا element encontramos وهذا مثلا .. دعنا هنا نقول مثلا .. key نسوفي حاجة أسيزاً سنقول هنا مثلا .. key اللي عبارة عن الـ index دعنا نقول index مثلا وهنا .. value فأجده الآن أطبع مبشرة الـ index أعمل لك concatenation لو حاب إذن سنقول concatenation نقطة باسيتين مثلا لو حاب وهنا سنقول value بهذا الشكل ف الآن تصبح مرتبة على حسب الشيء التي تريد فإذاً بس بالإنتريز راح يرجع لك مصفوفة فالآن عرفت إندكس وفاليو فالإندكس قاعد يعامل الكي يعني هذا يعامل الكي وهذا يعامل الفاليو على حسب الإتليات اللي عندك الآن نتكلم عن الميثود الأخرى الهام ما عليهم زي الإيفري، الصم، الماب، الفيلتر، الريديوس وغيرها كلها طبعا تعتبر مهمة وسهلة خلونا نبدأ به مثلاً مثل الإيفري مثل الإيفري شغلته إنه يسوي تست يعني أنت ترسل له اختبار وتبدأ تشوف هل العناصر الموجودة هنا كلها حققت هذا الاختبار وهذا الشرط ولا لا تمام؟ على سبيل المثال خلونا نأخذ مثلاً أعداد مثلاً واحد، ثنين، مثلاً ثلاثة، أربعة، مثلاً خمسة، ستة، أوكي؟ ونبغى نشوف إحنا تمام؟ هل العناصر الموجودة عندي كلها موجبة يعني أكبر من صفر ولا لا؟ فأنا قدر نسوي شيء زي كذلك، راح نقول list، تمام؟ .ivray، أوكي؟ وأرسل لي الآن هنا callback function، أوكي؟ فنرسل function، تمام؟ ونأخذ الـ item حق الـ array، فراح أقول item أو element، أوكي؟ وأبدأ الآن أحط الـ logic، راح أقول retain، رجع لي هل الـ item هذا أكبر من صفر؟ تمام؟ أكبر من صفر؟ أو يساوي الصفر؟ يعني هل هو أكبر من صفر؟ أن كان الشرط حققتنا العداد هذا، أبغى أن تكون موجبة، أوكي؟ فإذا كان نعم، إذا كانت العناصر الموجودة هنا كلها حققت الشرط، راح أرجي لك true، إذا كان في واحد منها ما حققت الشرط، راح أعطيك false، أوكي؟ وراح أرجي لك true false، عشان كده تقدر تخزينها داخل متغير، راح أدقو مثلاً is fast، يعني هل تم النجاح كل العناصر، نقدر نسوي log مثلاً is fast، أوكي؟ الآن كل العناصر أكبر من صفر، عشان كده راح أعطيني true، بينما لو كان في عنصر مثلاً بزيرو، راح أعطيني false، لو كان في كمان عنصر بالسالب، راح أعطيك false، وتقدر أنت تعطي أي شرط آخر أنت تبين، يعني مثلاً هذه العناصر الزوجية كلها، العناصر الفردية كلها إلى آخر، والأزين، تخلي هذي callback function كالعادة أكيد، أو سوري arrow function، نقول item وأشيل، أشيل هذي بالطريقة هذي، أوكي؟ أشيل السمي كولون، وكذلك القوس الموجود هنا، وقوس الفراميتر ما أحتاج أكون عنصر واحد، فهنا تعتبر الطريقة أسهل وأنضف بكثير، أوكي؟ طعم، فلنان راح يقول لي false، لأن العناصر مش أكبر من zero، هل العناصر كلها مثلاً mod مثلاً الاثنين تساوي الزيرو، كل عناصر كلها مثلاً زوجية، فالس أنه في عناصر عندي فردية، بينما لو أعطيتها عناصر مثلاً 2، 4 مثلاً، 18 مثلاً، 20، كل عناصر زوجية فراح يقول لي true، أوكي؟ تمام؟ إذن هذي بالنسبة لي E3، من اسمه E3 element، أنه كل عنصر هل اجتاز هذا الاختبار ولا لا، وتقدر أنت تحط أي اختبار آخر أنت تتبه، أوكي؟ طيب، عندنا مثل آخر اسمه sum، نفس فكرة E3 بس أنه بشوب، إذا كان في عناصر حققت هذا الشرط، خلاص، يعني ما بشرط كلها، لا، عادي، إذا كان بعضها من اسمه sum، إذا كان بعضها حقق هذا الشرط، فالأمور تمام، فلو كان عندي مثلاً 2، 5، 7، لاحظوا، في عنصر راح تحقق هذا الشرط، اللي هو من 2، فبالتالي راح يقول لي true، بينما لو كانت كلها، يعني لم تحقق الشرط، الآن كلها فردية، فرح يقول الآن هنا false، فإذا هذا الاختلاب بين sum وبين طبعاً E3، أوكي؟ تمام؟ توقع جداً سهل، أوكي؟ طيب، عندنا كمان مثل آخر اسمه map، أوكي؟ map guys فكرت أنه راح تسوي transform، يعني تحول العناصر إلى شيء آخر وترجعها، زين؟ على سبيل المثال، أول حاجة، وكانت العناصر حقتنا مثلاً، خلونا نقول مثلاً، واتفر اللي تبعون، مثلاً، خلونا ناخر مثلاً عناصر، مثلاً، خمسة، مثلاً، ثمانية، مثلاً، أربة، واحد، أوكي؟ تمام؟ وأبغى تسوي الآن لها mapping mapping يعني أمسك كل قيمة، وغيرها إلى شيء آخر، ورجعها لك كمصفوفة جديدة، تمام؟ فالحين لو بنجي نقول list، سوري، لو بنجي نقول list، تمام؟ .map، أوكي، وأسوي الآن function، أوكي، يعني خذ لك القيمة، وسوي عليها شيء معين، فباخذ callback function، أوكي، اللي هي عبارة أننمس function، عشان تكون واضحة لكم، أباخذ الحين element، أوكي، فراح أقول element، تمام؟ وش تبغى تسوي على هذا الـ element؟ الحين، الـ function هاد، اللي هي الـ callback function، راح تمر على عناصر one by one، تمام؟ فبياخذ أول عنصر عندك، اللي هو الخمسة، إيش تبغى تسوي عليه؟ لو حكيت لـ retain item مباشرة، فأنت ما كعنك سويت تغيير، أوكي، انت ما حولت العناصر بهذا الطريقة، هذا الآن بيرجع زي ما حكينا، new array، صح؟ ونقدر راح نخزنه الحين، هنا راح نقوم مثلاً my array، أوكي، لوجية الآن أطبع log للـ list، بتلاحظه list زي ما هي، أوكي، بينما my array أيضاً بتلاحظها نفس ما هي، لأنه قاعدين ناخد عناصر زي ما هي، أوكي، إذن هنا بس أصف، نسميه element، ما لش، إذن هنا راح نقول element، أوكي، بتلاحظ أنها نفس الشي، أوكي، السلحة دفت الـ delete، إذن element، بتلاحظ نفس الشي، لأن أنا قاعد أرجع العنصر زي ما هو، لكن، الماب، ما تستخدم الشيء زي كده، الماب من اسمه mapping، أنه خذ كل قيمة، وحولها إلى شيء آخر، على سبيل المثال، أنه خذ هذا القيمة، مثلاً، ويزود عليها مثلاً، قيمة خمسة، فالآن كل القيمة موجودة عندي، بيزود عليها خمسة، وبيحطها في المصفوفة الجليدة، فالآن هذا نسميلي transformation، أو التحويل، أوكي، تمام؟ مثلاً، لو تبغاها كل واحدة تكون مربعة، فتقدر تقول element by element، بهذا الشكل، فالآن تكون مربعة القيمة الموجودة عندك، ما شو تلاحظون، الأصلية، ما تتغير، وهو بيسوي mapping للعناصر، ويرجع لي بالنهاية، مصفوفة جليدة، إذاً، هذا بالنسبة للماب، طبعاً، تقدرون تسوينا أكيد ك arrow function، تمام؟ إذاً، هذا بالنسبة للماب، عندنا بعد كده، الفلتر، الفلتر واضح من اسمه، فلتر، أنه إيش بيسوي؟ بيأخذ الآن بس مصفوفة جديدة، بالعناصر اللي حققت شرط معين، فعرص بالمثال، لو بنجي إحنا الآن هنا، نقول less.filter، وتبدأ ترسلي الآن callback function، بتدالي اللي أنت تبيه، أو الشرط اللي أنت تبيه، ففرضنا إحنا كنا مثلاً، نبغى بس ترجع لي العناصر الزوجية، تمام؟ فراح نقول retain، بس رجع لي، إذا كان مثلاً، هذا الأيتم، إذا كان هذا الأيتم، يعني، مود لاثنين، يعني بمعنى أنه زوجي، وكيف راح نقول if، إذا تبغونا ك-app statement، بس عشان تشوفنا بعض، فرغم أنه مبزين، نختصرها نقزة عشان نسوي arrow function، راح نقول إذا كان الأيتم، مود لاثنين، يساوي zero، أوكي، راح نقول retain الأيتم، أوكي، تمام؟ معناتها، لا تجيب لي، إلا اللي حققت هذا الشرط، طبعاً، هذا أتبغبات براكتر، عشان نريد كتفها، موش اللي قاعد يصير، فالفلتر، بيلف الآن، بيطبق الفنكشن هذه، على كل عنصر موجود عندك هنا، العناصر الزوجية، راح أجيبها لك، وبيحطها داخل مصفوفة جديدة، فنقدر نقول let، مثلاً my array أو whatever أوكي، my filtered elements مثلا، ونبدأ نطبعها الحين هنا، لو حكينا له my array، بتلاحظون، يجيب لك فقط العناصر اللي ينطبق عليها هذا الفلتر، أوكي، فتقدر هذه تختصرها، بيطوان، اللي هي الـ فهذه، نقدر نخليها مجرد retain item mod الاثنين يساوي الصفر، بهذا الشكل، يكون أرتب الكود، ويكون أرتب أكثر حولناها الآن إلى arrow function، أوكي، فإذا، إيش هي الفلتر؟ الفلتر، مجرد من اسمه filter، يسوي لك، يعمل filtering للعناصر، يسوي لك مصفوفة جديدة فقط العناصر اللي نجحت فيه، الفلتر، أو في الشرط اللي انت حاطه هنا، ولو بتحولها إلى arrow function، هي كون asian، تحتف الأقواس كونها element 1، أوكي، وتبدأ الآن أنت تشيل كمان الأقواس هذه، تشيل فاصل من قوة، تشيل كمان كلمة retain، فتخليها بهذا الشكل، يكون الكود الآن مرتب، مرتب أكثر، أوكي، من الشيء المهم، ما أحط في بالك بس أن الـ list لا تتغير، تحافظ يعني على عناصرها، أوكي، إنه هنا قاعد يرجع عناصر جديدة، الحلو بالموضوع، وش هو، أنه الآن، الفلتر والماب تعتبر يصير فيه بينها chaining، يعني تعتبر chainable، بمعنك أنت تقدر تناديها على بعض، على سبيل المثال، تخيل أنك أنت الآن تبغى تسوي فلتر، بحيث أنك تأخذ بس العناصر الزوجية، تمام؟ والعناصر الزوجية هذه، بعدين تبغى تحولها إلى التربيع، فهنا، بدان ما أنك تجي وتسوي، أنت الآن خذية العناصر، هي الثمانية والأربعة، الآن موجودة في الـ myArray، فبدان ما تجي وتقول myArray.map، أوكي، وتسوي الـ function اللي هو الـ item، أوكي، تجي وتقول مثلاً item مضروبة فيه الـ item، الآن بتلاحظ أنه جايب لك الحين، وشون؟ جايب لك الآن، الثمانية والأربعة جات من هنا، صح؟ والحين أنت قاعد تعمل لها mapping، الماب الآن بيرجع مصفوفة جديدة، فمفروض، يعني بدان ما تجي وتقول مثلاً myArray، مثلاً، أوكي، نقدر نكتوب بطريقة ثانية، راح أعلمكم عليها الآن، فشوف الآن هنا، الآن طبقنا عمليتين، اللي هو الفلتر، والماب، أوكي، لاحظ، هذه الأصلية، الآن هذه بالفلتر جاتني، أنا استخدمت اللي جاتني بالفلتر، وسويت عليها squaring، تربية، فجاتنا 64-16، أنت تقدر تختصر هذا الكلام، شلون؟ شوف، بعد ما تخلص من الفلتر، تقدر أنت الآن هنا، أوكي، تقدر بدال myArray هذه، زين، تأخذ list.filter دي، أوكي، تمام؟ أو حتى تأخذها مباشرة، لو خليناها زي كده، اللي هي myArray هذه، هي بارة عن list.filter، صح؟ فنقدر نأخذ هذه، مباشرة، أوكي، ونحطها هنا، أوكي، الآن الكود بيكون شوية طويل، في الكود براكتس، كلنا ما تسوي كول على فانكشن، ونحطها على السطر بالحالة، يعني يكون الكود مرتب، زي كده، أوكي، عشان يكون readable، تمام؟ أو حتى تخليها كده، يكون، يكون أزياء، بهذا الشكل، عشان يكون الكود readable، متعامل على مكتبات، أو مشاريع بعدين، تكون زي كده، أوكي، فإذا، أنا الليست حقتي، سويت عليها فلتر، أوكي، الفلتر حقيا، لأن العناصر لازم تكون زوجية، فأجيب لك ثمانية وأربعة، بعد كده، أسف، اللي هو التربية، أنا قاعد أربعها مثلا، أوكي، بعدين، أجي أطبع الري حقتي، ستسميه مثلا، ماي اري، لاحظة الآن، صار الكود مختصر أكثر، وصار مرتب، مرتب أكثر، أوكي، فإذا لاحظ، الآن حصلنا على الشيء اللي احنا نبيه، أوكي، ولو حاب أنك تسوي مثلا، فلتر آخر، ما بمشكلة، تقدر أنت الآن هنا تجي تقول .filter، وتبدأ تنادي، أو تسوي اللوجيك الآخر اللي أنت تبيه، لأنها تعتبر بما أنه يصبح عندك زي سلسلة، تستاذيها أكثر من مرة، أوكي، تمام، ممكن حتى تسوي فور إيتش، لو تبغى، مو مشكلة، لكن ما ينطبق مع هالفور إيتش، مو براكتس كويس له، لكن نحن نسوي فلتر، وماب مثلا، رديوس لو حاب إلى آخر، أزين، طيب، إذا هذه بالنسبة للفلتر، أوكي، طيب، بعد كده، عندنا الريديوس، الريديوس، واضح من اسم عنه، راح ياخذ القيم كله يحطها في قيمة واحدة، يعني ياخذ عناصر مصفوفة كله يحطها في قيمة واحدة، تمام؟ على سبيل المثال، لو فرضنا أنا كنت أبغى أجمع عناصر مصفوفة هذه، فكنا نسوي سم، زي ما شفتم من قبل استخدام اللوب العادية، أو حتى الفور أوف وغيرها، زين، بالفور إيتش كمان، لكن في طريقة أزيان، مخلال الريديوس، أوكي، ميش الطريقة الأزيان؟ خلونا نأخذ الطريقة الأول، عشان تكونوا عارفين الطريقة الثانية، لو بسوي فور عادية، أوكي، راح أخذ اندكس آي، المصوفة حقتي اسمها لست، أوكي، وأجمع العناصر، كيف كنا نجمع العناصر؟ نعرف متغير، نسميه الصم، نعطيه قيمة أولية بزيرو، نبدأ في كل مرة، نقول على قيمة الصم الحالية، زود قيمة العنصر آي، بهذا الشكل، تمام؟ فالآن، وش الفكرة؟ بكده نحصل إحنا على الصم، نحصل على مجموعة العناصر، ولو جيت الآن، أطبع هنا الصم، لو كانت العناصر حقتنا هذه، راح تلاحظ الصم 18، فإذن هذا الطريق، لما انت يتجمع عناصر الاري كاملة، فإذن، وش قاعد تلاحظ؟ قاعدين نلاحظ أن العناصر حقت الاري كلها، بالنهاية، نحولها إلى قيمة واحدة، فكأنها قاعدة تسوي تقليل تقليل، صح؟ يعني تأخذ العناصر كلها بنهاية حتى قيمة واحدة، فالفكرة، هنا أنا أقدر نحن نعود، عن هذا الكود من خلال مثل اسمه Reduce، راح نقول less.Reduce، أبدأ أرسله Callback Function، الCallback Function هذه، تأخذ حاجتين، الحاجة الأولى، اللي هي القيمة الأولية، نسميها عادة الأكيوميليتور، اللي راح تخزن فيها النتيجة، وهنا العنصر تبع الاري، وتبدأ تسوي الأشياء اللي أنت تبعها، ماذا تسوي؟ الأكيوميليتور، طبعاً هنا كمان يأخذ القيمة الأولية والأنتي é born acumulator، اللي هي القيمة الابتدائية الاكيوميليتور هذا، يعبر عن الصمت، اللي هو اللي أني تخزن فيها الناتج، التي ليس أنت تريد تحولي إلى قيمة بالنهاية، فلinder القيمة بالنهاية تضعها بالأكميليتور، تمام؟ الشيء الثاني، القيمة الي أنا أعطها هنا، هذه القيمة الأولية للأكيوميليتور. اللي هي الخ Heritageнос. أكي. الأمر الآخر، العنصر Jana pr turn. كل أنصر بي الاريب فيلاحظ الحين أنه وشه هذا الكود مختصر أكثر زين فنقدر أحمل الآن نقول في كل مرة Retain Accumulator الأكموليتر زود عليه قيمة الاريب بهذا الشكل ونقدر طبعا نحولها إلى طبعا الرو فانكشن يكون ايش يكون أزن تمام فهذا بالنهاية راح يرجع قيمة القيمة هذه ممكن نحن الآن نقول let sum يساوي أبدأ الآن الآن بتلاحظ يطيني 15 نفسي قبله شفية لكن هذه تعتبر أفضل لو حطيت قيمة أولية بعشرة يعتبر أوكي ككود برمج ولكن كلوجيك أعتبر خاطر أنه بيزود 10 على القيم فتكون 28 لكن أريدك تفهم أن هذا عبارة عن فكرة الأكموليتر أو سري فكرة عندي أنا قيم بحولها بالنهاية إلى قيمة واحدة الأكموليتر هو الشيء الذي تكون فيه القيمة الوحدة هذه الأيتم يعبر عن العنصر وترى هذا مو بشرط يكون أيتم مجرد اسم اللي هو العنصر يعني تمام فتقدر تقول element كيفك ما تفرق معي زين طيب هذا تقدر تحولها إلى function arrow function يكون perfect مرة بس كونها جاي عنصرين فراحاول تخليها داخل أقواس إجباري طبعا بدان ما تقول retain كونك انت راح ترجع expression فتقدر تخليها بهذا الشكل بس لا تنسى أوكي ترسل القيمة الأولية اللي هي الزير أوكي الآن نحصل على النتيجة ولاحظة الآن الكودش قد أنه مرتب أوكي تمام طيب الحين عندنا أيضا شيء آخر اللي هو شوفوا قايز الآن لو كانت العناصر مثلا جاية أحرف الآن بيعملها يعني concatenation صح A B مثلا C أوكي C وأدي الآن بيعملها concatenation الآن هنا راح نرسل empty string في البداية نص فاضي يعني فالآن بيعمل لها concatenation رابط فراح تجيك نص واحد A B C D اكي شايفين ايش تلاحظون الآن هنا في reduce أنه قاعد يبدأ على العناصر من اليسار A B C D تمام لكن لو تبغى تبدأ من اليمين مو مشكلة تقدر تسوي reduce right اوكي تمام فreduce right راح يبدأ منها فرح ياخذ D وحطه في الأكملاتر بعدين ياخذ C وحطه يضيفه في نهاية D فرح تكون D C ياخذ B وحطه في نهاية D C فرح تكون DCB بعدين DCBA فرح تكون بهذا الشكل فإذاً تبغى تسوي العملية من اليمين لليسار استخدم reduce right تبغى تمشي بشكل افتراضي استخدم reduce يفيدك متى لما تبغى تسوي عملية على عناصر array بحيثك من نهاية تحصل على قيمة واحدة أبسط مثال عليها جمع عناصر array ضربها إلى آخر تمام؟ أوكي طيب الآن نتكلم أيضاً عن find أوكي find فكرة تم الاسمة find أنه أجيب لي أول عناصر حقيقة شرط معين أوكي على سبيل المثال لو كانت عندك العناصر مثلاً أربعة، سبعة، مثلاً تسعة، مثلاً ثلاثة، مثلاً خمسة عشر أوكي لا تلاحظون أنه عندي الآن عناصر فردية وعنصر واحد زوجي أبغى أشوف أنا هل عندي أو جدلي هل في عنصر حقيقة؟ أو فيه يعني يعني هل في عنصر زوجي؟ أو مين أول عنصر زوجي؟ آه أعسف، مين أول عنصر فردي عندي؟ أوكي فأول عنصر فردي عندي وهو السبع أوكي فنقدر راح نقول list.find أرسلك callback function اللي هي الفنكشن اللي راح استخدمها direct راح استخدم function arrow function فراح نقول item أوكي الفنكشن هذي راح نقول itemMod لاثنين يساوي واحد أوكي فهذا راح يجيب لي أول عنصر حقيقة هذا الشرط فراح نقول let let مثلاً past item اللي هو الـ item اللي نجح في الاختبار هذا راح نقول هنا log past item أوكي past item تمام؟ طيب أول عنصر مفروض ينجح وهو السبع شايفين؟ فالfind يختبر هذا الشرط بالـ function أنت ترسله يشوف مين أول عنصر نجح في هذا الاختبار فالآن السبع هو الأول عنصر نجح لو كان هنا ثمانية أول عنصر فردي وهو مين؟ التسع فراح يقول لك التسع أوكي؟ تمام؟ فهذا فكرتها أنت فرضاً ماك أنت تبغى العنصر نفسك أنت تبغى الـ index أوكي فأتقدر تقول find index أوكي؟ تمام؟ ويبدأ الآن يجيب لك العنصر في الـ position 2 ومفروض يقول لك اثنين لأنه هو أول عنصر يحقق الشرط أوكي؟ فإذا لدي find find index ifree sum فهذا كلا تسوي اختبارات على العناصر الموجودة في الـ array تمام؟ طيب عندنا أيضاً مثل آخر بسيط اسمه flat فلاتي فيدنا قائز لما يكون عندي listed array طبعاً الـ array بإمكانها تخزن listed array بإمكانها تخزن مثلاً عنصر مثلاً 4 وبإمكانك ما تخزن مصفوف مثلاً تكون فيها العناصر مثلاً 2 ثلاثة أوكي؟ ويكون عندك مثلاً هنا العناصر خمسة أوكي؟ تمام؟ مو بمشكلة أعتبر هذا الكلام صح لو تبغى تحول كلها إلى مصفوف واحد يعني فرضاً كنت تبغى تحصل على مصفوف واحدة فيها العناصر أربعة، اثنين، ثلاثة، خمسة في هذا الحال يفيدك الفلات أوكي؟ فتقدر تقول list.flat أوكي؟ بهذا الشكل الآن راح نجي هنا راح نقول let مثلاً my list أوكي؟ يجي أطبع الآن log على list أوكي؟ و log كمان على my sorry log أيضاً على my list أبيك تلاحظ الشغلة بس هنا my أوكي، my list تمام؟ طيب لاحظ فلات راح يحول لك إلى مصفوف واحدة أوكي؟ تمام؟ لاحظ أنه هنا المصفوفة الثانية جاءك ك-A-R يعني لاحظ A-R داخل B-A-R وهي المصفوفة الأولة المصفوفة داخلة في مصفوفة عشان كده قاعد يقول لك أنه عندك أربعة بعدين عندك مصفوفة فيها عنصرين فعلاً هذا كام صحيح بعدين عندك خمسة بس لما سويت الفلات حولها لي الآن إلى وشوء حولها لي إلى مصفوفة أوكي؟ يعني دايرك تحولي إلى مصفوفة واحدة فأخذ العناصر اللي داخلة في المصفوفة فهذا يدخلها مع بقيات العناصر اللي هنا هذه يفيدك لما يكون العمق واحد إيش يعني بالعمق؟ يعني لم يكون مثلاً مصفوفة داخل مصفوفة بس لو كانت المسألة معقدة وكان هذه فيها عناصر داخلة في مصفوفة مثلاً سبعة ثمانية فالآن لاحظ مصفوفة داخلة في مصفوفة داخلة في مصفوفة الفلات يشتغل بس على إذا ما حطيت القيمة هنا يشتغل أهو على دبث واحد يعني يشتغل زي قبله شوية على واحد فبتلاحظ الآن هنا شايف العنصر هذا ما قدر أنه يطلع أوكي ليه؟ لأني أنا هنا الدبث الافتراضي وهو واحد واحد يعني يقدر يشتغل على عمق واحد بس الوقت يشتغل على عمقين يعني مصفوفتين داخلة في مصفوفة أرسل لي اثنين عشان كده راح يطلع العناصر كلها يحطها لك مع بعض أوكي؟ لو كان الثمانية هذا داخل في مصفوفة أكثر الآن بتبقى الثمانية هذه لو فرضاً كانت الثمانية تسع الآن عندي العمق أكثر فلاحظ هذه بتبقى كأري في هذا وقت أزود العمق لأنه كأنه ثلاث مصفوفات داخل في مصفوفة عشان كده راح أقول أن الدبث أو العمق بثلاثة أوكي؟ وبالنهاية راح أخذها كلها ويحطها مع بعض أوكي؟ وحط في بالك أن المصفوف الأصلية لا تتغير وهي رجالك مصفوفة جديدة كلها تكون مع بعض أوكي؟ سبعة ثمانية بهذا الشكل أوكي؟ حكيت له log less.toString أوكي بهذا الشكل وهو عبارة عن مثود يجيب لك الآن عناصر كلها وبينها separate له عبارة عن الكامل أوكي؟ فهذه فكرة طيب مهما كانت القيم يعني فرضاً لو كانت حتى أحرف مثلاً سارة مثلاً خالد إلى آخرة كلها راح تجمعك أوكي؟ فهذا لدينا المثال وهي تعريفة من الـ الأمر المثال هنا تبحث عن أشهر المثال المهمة تحديcı نستخدمه أبقائكم تبعلك على . وخصيتي وخصوص وهذا تعتبر أهم المثال الموجودة عندنا ممكن تعمقنا تسجيل في الـ لكن هذه ليس مهمة تلك الدرجة حتى لو أحتاجتها سيستطيع ترجع كم من تنبعها شكرا